حديقة الحياة بمستشفى بن عكنون في العاصمة حديقة علاجية بامتياز تساعد الأطفال المرضى على الخروج من العزلة والاكتئاب والتي ترافق رحلتهم العلاجية التي تدوم لأشهر طويلة على غرار المرضى المصابين بالقصور العضوية الحديقة العلاجية الحياة بمستشفى بن عكنون هي أول نموتش في الجزائر وهي مشروع بيئي إذا طابع إنساني اجتماعي وتربوي طبعا إذا كان نعرف الحديقة العلاجية بشكل آخر نقدر نقوله أنها عبارة عن تصميم معماري هندسي يحتمد أساسا على هندسة المنظر اللي هي أساسها النبات البستنة العياجية هي نظام يحتمد دائما على نشاطات البستنة أخرى من نفس الصنف ويجعل المريض يشارك شخصيا في العلاج التاعو البستنة وغرس مختلف النباتات العطرية والطبية والتنزه في الحديقة هي أهم النشاطات التي يقوم بها الأطفال المرضى بعد انتهائهم من فترة العلاج الطبية مثلا كما اليوم قاموا بغرس البودور نوعات على أزهار وهذه العملية لديوها اليوم فيها متابعة هذه المتابعة هي علاج لهم عمي السنة وفي هذه النقلة كيف تشتنوض والمراحيل اتحها كان غرس ومسقي نرتاح الحمد لله مبادرة الحديقة العلاجية بالمستشفى لقت استحسانا كبيرا من طرف المرضى الأمر الذي جعل مدير المؤسسة الصحية يخصص مكانا لإنشاء مزرعة نموذجية علاجية بعد نجاح هذا المشروع لأننا نشوف أنه نجح 100% مشروعنا هو نحيب مدير المستشفى لهوا واقف يعني عطينا قطعة أرضية باش نقوموا بإنجاز مزرعة بيداقوجية لصالح المرضى الاعتماد على العلاج باللجوء إلى البيئة يعد واحدا من أهم الطرق العلاجية التي تبنتها الدول الأجنبية والتي تسير الجزائر في إطار إدراجها بالنظر إلى أهمية التكافل بالجانب النفسي للمريض في انتظار طعميم التجربة